بس الحقيقة عايز اتكلم في بعض الامور المهمة جدا اولا دي الرياضة يعني انا طبعا مقدر وفاهم يعني قد ايه جمهور نادي الاهل زعلان ونفسه يحصل على هذه البطولة ولكن هي دي الرياضة احنا مخسرناش نتيجة تقصير مثلا لا سمح الله مخسرناش نتيجة ان اللاعبين مقدوش اللي عليهم لعيب نزل ابراهيم الجمال شات وشوتس جلاهم وارد تحصل مع نجوم في العالم ومستعدة يجب لكم يعني شرائط كتير لبرون جيمس نفسه لو اللي امتابع باسكت من زمان بابن لعب شيكاغ بولز اللي كان بلعب مع مايكل جوردن برضو في احد المباريات والبطولات المهمة في الامبي جلا رميتين برضو كانوا مصريين زي دول الجمال الحقيقة كان قاعد بقاله يمكن شوتين او تلات شوات برا كان بارد نزل تصدى للمسئولية لعيب تاني كان ممكن يقول لا مش عايز يشوته ولكن الجمال تصدى للمسئولية وفي دي في حد ذاتها حاجة كويسة نلاعب مايقلقش ومايخافش واتحمل المسئولية وهسأل سؤال واحد لو الجمال كان جاب الرميتين دول كان ايه اللي حصل كنا كسبنا وكان الجمال بقى سوبر هيرو فالحقيقة انا عايز اقوله انه مش تقصير لعيب نزل شاط الرمية الحرة زي ضربة الجزاء بالضبط انت عندك عصاب لازم تبقى فلازية وهو مبارح الولد قاعد ثلاثة شوات ما كانش بيشارك كان بره برد احنا كجمهور اتهزنا جدا واتعصبنا ما بالك هو هو نازل اعصابه كانت الله يكون فوقه انه الولد انا مش عايز نجلد ذاتنا زياد عن الوزوم الجمال لعيب كبير ولعيب كان ليه دور كبير في سين اللي فاتت معلش يعني وارد تحصل مع اي حد حاجة تانية هل الفرقة خسرت نتيجة ان حد اثر لا طيب الفرقة يعني عمر طارق يمكن بنلعب اغلب الوقت من غيره هو لعيب مؤسر جدا ومع ذلك برضو قدينا نفس الاداء والفرقة كانت بنفس الشكل اذا احنا نفخر بفرقتنا ان هي دائما ابدا طرف من اطراف النهائي بنلعب قدام فرقة محترمة جدا وفريق قوي جدا اسمه الاتحاد سكندري ومش معنى ان المبرأة مش تاكول في الاخر ان يعني ضمنين المكسب لا الرياضة مكسب وخسارة انا مش عايز الناس تزعل لسه عندنا بطلتين بطلتين مهمين جدا جدا عندنا بطلت السوبر ودي البطولة الاهم دور السوبر بطولة الاهم عندنا لسه فيها رايح وجاي ولسه هنكسب ونخسر فلازم ندعم الفرقة بكل الطرق ولازم نأيدهم ولازم نحسسهم ان احنا وراهم في الحلوة والمرة عندنا بطولة كأس مصر برضو لسه موجودة ما فيش اي مشكلة خالص ودولة البطلتين الاكبر يمكن خدنا احنا البطولة دي بتاعت السنة اللي فات السنة دي دوري مرتبط فوزنة بيه لسه عندنا دوري السوبر انا ليه بقولي الكلام ده بقولي الكلام ده عشان الجمهور الاهلي دائما ابدا بيقف جنب فرقته في المرة قبل الحلو فلازم احنا نكون عندنا هذا الشعور ولازم نبقى وقفين مع فرقتنا لان نصدقوني والله انا بحكم ان انا لعب كرة سلة سابق بقولكم فعلا محدش اثر فعلا محدش اثر والفرقة عامت اللي عليها فلازم ندعم الفرقة ونقب جنبها عندنا مطش يوم السابت مع المصاري والاتصالات مهم جدا في بداية السوبر ندعم الفرقة اللعيبة اللي مكادش توافقها وارد يا جماعة ومطشطنا مع الاتحاد هتبقى كده هتخلص بونت وبسكت محدش هتوقع ان احنا هتبقى الامور يعني ماشية من طرف واحد بنقولهم هارد لك وان شاء الله الفترة الجاية والمبرات الجاية يلموا بعض اسرع وبنربط على يدي الجمال وبنربط على يدي الجهاز الفني بنقولهم ان شاء الله تكونوا عند حسن نظر الجماهير